السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هنا زيادة معدل السريان نقولنا بالراحة كده ان عشان يحصل في لو لابد يحصل فرق ضغط بالنقطتين والزيت بيمشي في اتجاه الضغط العالي في حالة زيادة معدل السريان يعني مطلوب مني من الحفار انه يشتغل يحفر يبقى ما يطلوب مني انه نجري يبقى قلبي حيشتغل اللي هو الترمبا هتضغط زيت هتضغط زيت هنا هتضغط دم عشان يمشي في الشرعين ويوفي الطلب بتاع انا طالب من الحفار انه يحفر يبقى مطلوب منه يديني ضغط زيت الضغط جوه الترمبا هيبقى واطي زي ما هو مبين والضغط خارج الترمبا هيبقى عالي طيب نيكام هتجيني دلوقتي اشارة بيقول لي إلحق ده مطلوب من ان الحفار هيحفر لما هتجيني الاشارة دي زي ما احنا شايفين كده حلو الكمبينسيطور هيبتدي يتحرك نحية نحية اليمين هيعكس السوست احنا كنا الاول قيلين ان الضغط عايز اقلل الضغط فكنت زائق السوست فلما زائقت نحية الشمال خليت زاوية الميل ايه صفر هنا انا عايز ارجع الوضع ايه لناحية اليمين هيبتدي يخلي السيرفو ده يتحرك نحية اليمين ويفتح على التنك عشان يشفو الترمبة الترسية تشفو تزيد اللي تشارج عشان توفي الترمبة التانية تضغط هنا بقى الدراع ده هيتحرك هيحرك الدراع التاني هيبتدي السيرفو يفتح على التاني والسوست تتحرك نحية اليمين زي ما احنا شايفين ويبتدي السيرفو يفتح على التانك بورت اللي هو فتحة التانك اهو اهو فتح تمام هتبتدي تلاقي ان زاوية الميل بتاعت السواش بليت ايوه اهو زادت ايوه شفت تتحركت ازاي من النقطة دي للنقطة دي هنا بقى النقطة نوقف هنا عند الجزئة دي النقطة الحامرة دي كل ما المسافة تديق بين البستم ده وبين الفولف بليت ده يبقى اعرف ان الترمبة في اقصى درجات الضغط بتاعت يبقى هنا السيرفو لما يتحرك نحرة اليمين نعيد الحتة دي تاني عشان ناخد بالنا من اهو دي ناخد بالنا من ايوه من الزاوية دي شفت حضرت اجزاي ايوه هنا زاوية الميل زادت فهنا كمية الفلو الزيت اللي انا هسلمه هتزيد وضحة النقطة دي يبقى في حالة اننا في حالة اننا عاوز زيت من المعدة بيتم ان السواق بيدي امر فبتطلع اشارة كهرباء تروح على الاسي ام مثلا الاسي ام اللي بيبقى فيه السيرفو ده كهرباء برضو اللي موجود على الترمبة بيقوله الحق ده المكنة سرعتها زادت لان احنا قلنا ان ترمبة الهايدروليك بتاخد حركتها من مين بتاخد حركتها من المطور عن طريق كوبلين عن طريق بيت او طب السواق عشان يحفر فمحتاج يعال الجاز يزود الاكسلاتير فلما هيعال الجاز المحرك سرعته هتزيد فلما المحرك سرعته هتزيد معدل لفاته هتزيد زادت يبقى الترمبة المفروض في الحالة دية هتحس بقى عن طريق بل في الكمبنسيتور دا او اللوت سينسج اللي هو بيحس بالحمل حساس الحمل دا الكمبنسيت يعني تعويد الله هيقولك ده في حاجة غير طبيعية بالتم الله هو رفع سرعة المحرك رفع سرعة المحرك لانه هيحفر فمحتاج ايه محتاج ضغط على السيرفو مطلوب من السيرفو دا بقى انه يتحرك ناحية الايه اليمين ولا ناحية الشمال يتحرك ناحية اليمين عشان يخليه لزاوية الميل بتاعة الاسواش بليت في اقصى زاوية ممكنة طب هو يتحرك ناحية اليمين لان الضغط جوه الترمبة بيكون ايه بيكون اوطى من الضغط خارجها لانه ضغط خارجها هو اللي اكبر فالسائل هيمشي في اتجاه الضغط الواطئ ولا الضغط العالي هيمشي في اتجاه الضغط العالي اللي هو فين خارج الترمبة يبقى من المفروض ان الترمبة في الحال دي تطلع مفروض من الترمبة دي في الحال انها تطلع زيت ازاي نتيجة لان السيرفو بيتحرك ناحية المين فبزاوية زاوية الميل فبيبتدي الترمبة تسحب من التانك وتوفي الطلب المطلوب من الحفار في عملية الحفر تمام الجزء ده في الحفار او في او في اي معدة اللي هو قصة والكلام من ده لازم الموضوع بمنتهى البساطة الزيت بيتحرك بين نقطتين لازم يكون بينهم فرق ضغط والقاعدة دي تتحفز والزيت بيمشي في اتجاه الزيت بيمشي في اتجاه الضغط العالي الضغط العالي بيتحدد على حسب الحمل انا هشغل المعدة بالبطاقة القصوى يبقى الضغط برا سيكون اكبر من الضغط الخارج يبقى معنى كده ان السواش بليت لازم ياخد اقصى زاوية ميل السيرفو بقى ما يتحكمش فيه خلاص في حالة ان انا عايزة اقلل الحق خلصت حفر وعايزة لم بقى عايزة ارجع المكنة سلانسيس تاني فبقوم وط الاكسلاتير بتاع المكنة بوط الجهاز لما وطت الجهاز لفت المحرك قلت فلما لفت المحرك قلت الكوبلين وصل للطرنبة خلاص الحركة فالحركة قلت فخلاص انا مش محتاج ايه زي ما انا كونت بجري في طاقة القصوى وخلاص بقوم ايه بكينة على الحمل خلاص بكينة بقى انا مش محتاج ان انا اجري خلاص فبكينة شوه بععد ايه يعني سنة سنة بفارمل وانا بجري سنة 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 او بايه اللي بسموها الهرولة الخفيفة كده ما بقفش مراحت سنة 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 لغاية ما بهت بععد بعد كده اخد نفس ففي حالة ان سرعة المحرك قلت هتروح بقى ايه هيحس الحياء اللوت سنسج او الكمبنسيتور ده قال له ده ما عادش فيه سرعة لفات كتير من المحرك جاي فبتروح اشارة ايه لحق يا عمي ده مش عاوزين حاج فبيبتدي الكمبنسيتور يزق الرد بالميكانيزم اللي احنا شفناه قبل كده ده بحيث ان يخليلي لسواش بليت الضغط اللي جوه الترمبا في الحالة دي هيبقى جبيه عن الضغط خارجها لان خارج الترمبا انا مش محتاج حاجة بقى فهيبتدي ضغط بتاع الترمبا اللي هو 20 بار ده يبتدي يزق اللي هيبتدي يزق السوستة ده هي يبتدي يزق السوستة ده هي بتاعة السيرفو فلما السوستة دي تتزق يقوم اه جايب الجزء ده حطوا على الجزء ده يبقى اللي اتنين بقوا قطعة واحد الخط ده بقى على الخط ده فهينا زاوية الميل تقل وتبقى زيرو يبقى خلاص يبقى الجزء الاحمر ده خلاص يبقى كده الترمبا مور اظن كده الجزء ده تم شرحه وفهمه لجميع نختصر تاني في حالة اننا محتاج حمل السيرفو هيتحرك ايه يمين ولا شمال يمين يخلي زاوية الميل تزيد في حالة اننا مش محتاج حمل يبقى هيتحرك شمال شكرا